موسيقى الحكومة تمنع احتفالات رأس السنة لمواجهة انتشار كورونا ووزيرة الصحة تؤكد ان الاولوية في طلق اللقاح للاطقم الطبية وذوي الامراض المزمنة شركة ايني الايطالية تعلن عن كشف نفطي جديد في امتياز مليحة في الصحراء الغربية بمصر موسيقى الاخبار بالتفصيل اهلا بكم شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على منع اي احتفالات او تجمعات في رأس السنة وخلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي عبر فيديو كونفرنس شدد مدبولي على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة التراخي واي مخالفة لتلك الاجراءات بمنتهى الحزم مؤكدا ان هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن لتجنب الغلق الكامل للمنشآت والاثار الاقتصادية المرتبطة به ووجه رئيس الوزراء بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل وتقديم العلاج اللازم للمصابين وتوفير الاكسوجين اللازم للمستشفيات ولمن يحتاجه من المواطنين أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تسجيل 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة وخلال مؤتمر صحفي لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا والجديد في ملفات اللقاحات أعلنت زايد أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير هي الأكثر تصاعداً في منحن الإصابات والوفايات بفيروس كورونا طبعاً دائماً 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 حتكلمنا على إصابات 788 حالة إصابة و37 حالة وفاة إحنا أنها أفضل متكلمة على 911 حالة إصابة وحواجد 42 حالة وفاة وده في زيادة طبعاً حابة يعني حنتكلم فيها إيه أكثر الأماكن في مصر اللي فيها هذه زيادات المتكار طبعاً إجمال الإصابات في مصر حوالي 127 ألف إصابة وحوالي 7000 حالة وفاة على مدى أكتر من عشر شهور ونصف تدائم من زهور أو الحالة بما نرى المنحلة بدأت تساعد التباع من 31 أكتوبر بالتحديد تساعد تبريدي ولكن الأسبوع تليم تكون أكثر تساعد من الرجن اللفاب أكثر المحافظات إصابة هي محافظات القاهرة ويعني هنا تقدر إشارة أن محافظة القاهرة من أول حتى في الموجة الأولى كميطية أكثر الأماكن إصابة يعني لها محافظات اسكندرية والألوبية والديدة وفيما يتعلق بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا مؤخرا أشارت وزيرة الصحة دكتورها لزايد إلى أن جميع العلماء يأكدوا عدم تأثير سلالة كورونا الجديدة على اللقاحات كما أكدت أن لقاحات فيروس كورونا تختلف فعليتها وفقا لآلية عملها مشيرة إلى أنه تم إجراء ست تجارب على لقاح سينوفارم واعتمدته دولة الإمارات والبحرين والصين موقف اللقاحات حتى الآن في العالم تم إجراء ست تجارب على لقاح سينوفارم واعتمدته تلت دول إمارات والبحرين والصين منهم الإمارات والبحرين اعتمدوا مش اعتماد طارق لا الاعتماد النهائي يعني يبقى متاح للجميع أو بدون يعني خد معايير الأمان الكاملة في التلقيح والصين قربت برضو تصل للموافقة النهائية مش موافقة الطوارئ لقاح فايزر تعمل عليه سبع تجارب في سبع دول وتم اعتماده في خمس دول عشر تجارب في اللقاح الروسي واعتمد في دولة واحدة ومديرنا تم عمل خمس تجارب واعتمدته جهة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً ده قلية عمل اللقاحات وازايب السبايك بروتين اللي هو الجزء البارز من الفيروس بيتطلع الأجسام المضادة وازاي بيتعرف عليها وازاي بيحصل تفاعل الجهاز المناعي والجزء البارز هو ده السبايك بروتين اللي فيه ألاف وملايين من ترتيب البروتينات بشكل معين وده اللي حصل فيه التغير البسيط اللي حصل وده تاني بنقول حتى هذه اللحظة لا يؤثر على فعالية كل اللقاحات اللي تم انتجها في الفترة اللي فاتت كذلك أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إعداد منظومة تسجيل لتلقي لقاح كورونا مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للأطقم الطبية والأطقم المساعدة وبالتوازي المرضى الأكثر عرضة للخطر خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة اللقاح في العالم مش بس في مصر حيتم أماكن تصنيع شركات محددة جهات محددة بتتحها للعالم حسب الأولويات وإحنا استلمنا أول جرعة أو أول شحنة والشحنات حتيجي تباعاً طبعاً إحنا من خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء فوض وزير الصحة ووزير المالية للتعاقد مع التحالف الدولي ووقعنا العقد يوم 14 وما اكتفناش بكده اشتغلنا مع شركات أخرى برضو علشان نزود من فرصة الحصول على أكبر قدر من اللقاحات عايزة أكون يعني كلنا نكون عارفين أن اللقاحات العالم كل عايزها ولكن انتاجياتها بتكون يعني مش بالكم اللي يقدر يوفي كل الشعوب في نفس الوقت وبالتالي بيكون في أولويات في الشحنات وفي الكميات وطبعا كلنا عارفين في أولويات حطتها من نظام الصحة العالمية وتوافق عليها المجتمع الطبي للجهات أو الناس اللي لها أولوية في اللقاحات أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميا وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين والإدرار بالمجتمع وبالصالح العام فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية وفوض وزير الأوقاف مدير المدريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات كما أكد أنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة قصد الوقاية لنفسه ولغيره خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق المجلس على عدد من مقترحات دعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا وفي مقدمتها إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارية على المشروعات الفندقية والسياحية حتى نهاية العام المقبل وأيضا إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير حتى الثلاثين من إبريل المقبل وأيضا جدولت بعض المديونات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة وثلاثين شهرا وأخيرا إرجاء بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسل النيلية وإرجاء سداد نسبة ستين في المئة من المستحقات نظيرة لاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية والمنشآت السياحية بالمحافظات السياحية على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران من جانبه استعرض وزير الاتصالات تقريرا حول مشروع منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها لإتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا دون تدخل بشري فضلا عن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر وتوفير منظومة دفع مؤمنة وإتاحة التوصيل عبر البريد وكذلك الاستفادة من تعدد منافذ الخدمة لتناسب كافة أطياف المواطنين وتضمن الإطلاق الأول للمنصة 34 خدمة في قطاعات التوثيق والتموين والمرور والمحاكم هذا وقد وافق مجلس الوزارة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة والمقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام كما شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بشأن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تقديم فرص تمولية للمستثمرين ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة استعداد تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث استعرض نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيود وأبو قرقاص بمحافظة المينيا وذلك تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2021 وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها في نحو خمسين مركزا سيتم العمل بها ويبلغ عدد قراءها وتوابعها نحو 1385 وهو ما يمثل ثلثة الريف المصري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإعلام أصبح سلاحا للدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومجابهة الأخطار التي تحيط بها جاء ذلك خلال كلمتي عبر الفيديو كونفرنس لمنتدى الإعلام العربي في دورته التاسعة عشر تحت رعاية صاحب السموة شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي بالعودة قليلا إلى الوراء حينما كان الإعلام وإعلاما تقليديا يقدم رسالته المنوطة به إخبارا وتثقيفا وتوعية وتنويرا وبنظر إلى الإعلام في وقتنا الراهن ندرك أنه أصبح سلاحا من أقوى الأسلحة المنوط بها الدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومجابهة الأخطار التي تحيط بها سواء في الداخل أو الخارج ويعد القرن الحادي والعشرين عصر الإعلام والدعاية الدولية بكل مكوناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ومع ثورة الاتصالات والمعلومات أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة ومع ما تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها وتعزيز قيم المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها كما أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حققت نجاحات عديدة في ملف الإرهاب مشيدا بدور وسائل الإعلام المهنية في توضيح الحقائق وكشف الوجه الحقيقي للإرهاب وأيضا إظهاره للمجتمع الدولي حققت مصر نجاحات عديدة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة وما زالت مصر في طريقها للقضاء عليه وبتره من جزوره وتساندها وسائل الإعلام المهنية في توضيح الحقائق وكشف الوجه الحقيقي للإرهاب وإظهاره للمجتمع الدولي ليكون شاهدا وداعما لما تقوم به مصر في حماية أرضها والمنطقة بأسرها بل والعالم كله من خطر الإرهاب وندرك ضرورة وأهمية سلاح الإعلام والتوعية في مثل هذه الحروب ولذا أحيي جهود مؤسسات الدولة الإعلامية ومراكزها الفكرية وجامعاتها في إبراز مساوئ الإرهاب التي تعاني منها جميع الدول وتفكيك المنظومة الفكرية للتنظيمات الإرهابية وتحليلها للقيام بمعالجتها وحماية شبابنا من أغلالها هذا ونذيع على حضراتكم عقب هذه النشرة كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمنتدى الإعلام العربي في دورته التاسعة عشر عبر الفيديو كونفرنس وقد شارك رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالدورة التاسعة عشر لمنتدى الإعلام العربي تحت شعار المستقبل رقمي ويناقش المنتدى متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تدعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما استدعته من تحولات جذرية على كافة الأصعيدة ولسيما القطاع الإعلامي حيث فرضت الجائحة العالمية على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها قواعد جديدة وشكلت الأزمة اختبارا حقيقيا لمصداقية وسائل الإعلام ودور الإعلام التقليدي في مواجهة الشائعات والأكاذيب وتفعيل دوره التنوري والتوعوي ومواكبة تطورات الإعلام الجديد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية وقد شددت وزارة المالية على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساسي بأي منها وأضافت أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور أعلنت شركة إني الإيطالية عن اكتشاف نفطي جديد في امتياز مليحة بصحراء مصر الغربية وأوضحت الشركة أن الاكتشاف الجديد يضيف 10 ألاف برميل يوميا من النفط إلى إنتاج الامتياز الحالي ولفتت إلى أنه تم حفر الآبار الثلاثة الجديدة بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية حيث تقو على بعد 1.5 كيلو متر من حقل أركاديا خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان الدراما المجتمع التأثير قال كرم جبر رئيس المجلس قال إن السنوات الأخيرة شهدت نوعا من التجريف للقوى الناعمة المصرية ومن ضمنها الدراما مطالبا بتقديم دراما تلفزيونية تواكب تطورات المجتمع المصري سنوات ومصر تقدم للعالم العربي والإفريقي كوكبة من الأعمال الفنية والدرامية التي ظلت محفورة في أذهان الجميع وقبل أن يطال التجريف هذه القوى الناعمة أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحذيراته من استمرار تقديم نمازك تسيئ إلى المجتمع المصري أو فناني رمضان موسم الظهر المسلسلات فإحنا خلنا ده كمدخل إننا بنناقش مواصفات المسلسلات الرمضية ليس تعليمات ولا إرشادات ولكن إحنا بنقول آراء بنعكس آراء آراء زي إن المسلسل المصري يعكس الواقع المصري ما يبقاش في إساءة للمرأة ولا للطفل ولا للأسرة ولا نسرف في صور الجريمة والمخدرات والعلاقات المجبوهة لا مجتمعنا في صور جيدة وصور عظيمة تستحق أن نلقى عليها الضوء ده الأمر الأول الأمر الثاني نشدنا ورفعنا شعارها تزف فنان ونشدنا الفنانين أنهم يبتعدوا عن البرامج اللي تسخر منهم في رمضان لأن الفنان المصري ده قيمة ولدور والفنان قدوة عند الناس فبالتالي نحن نرجو أننا نبتعد عن هذه البرامج نقاش حيوي بين صناع دراما المصرية عبروا فيه عن أماله التي قد تطال الدراما وقدموا الكثير من المقترحات التي تعيد الفن المصري إلى سابق عصره والحفاظ عليه من غزو الأفقار الهدامة مجموعة التوصيات التي خرجت من هذه الندوة النقاشية كانت بتدور حول تنوع مطلوب تنوع الأعمال والكتابات استمراريتها على مدار العام وليس في شهر رمضان فقط عودة المهرجان الخاص بالدراما في مصر على أغرار مهرجان السينما اهتمام بالدراما الخاصة بالطفل الاهتمام أيضا بتشغيل أو تجربة طالبات وطلبة من المعايد السينما وشيء عظيم جدا أن يتقدم فعلا أعمال درامية وأعمال يعني تؤرخ لأبطال أفنوا عمرهم في الوطن يعني الفداء للوطن زي الاختيار وطبعا أنا مطالب باستمرار لأن إحنا عندنا بقى في مدارس ما بتقولش حتى النشط الوطني فما تخلونا أن ربي النشط على أنهم يشوفوا البطل ده إيه اللي بيحصلوا ولم يخفل الحاضرون التحولات التي طرأت على ثقافة المشاهد وأساليب العرض من خلال الإنترنت مطالبين بتوحيد الجهود لتقديم الدراما عبر جميع المنصات التي يتابعها المشاهد المصري والعربي قبل شهر رمضان وبدأ الموسم الدرامي يأخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطوة استباقية لإعادة التفكير بقوة مصر النعمة من خلال الدراما الهادفة التي تعيد الأسرة المصرية للشاشة الصغيرة وتصل بالرسالة من المحيط إلى الخليج أحمد بكير للتلفزيون المصري أكد مدير مكتبة الإسكندرية دكتور مصطفى الفقي هي أن حقوق الإنسان هي حقوق غالبية الناس وهي المسكن الملائم والمستوى الاقتصادي المطلوب والمعيشة الكريمة مضيفا أن مصر تنفذ الإصلاح الاقتصادي وتتحرك في المجالات كافة وتوفر حياة كريمة لمواطنيها ولم تسقط وهي عصية على السقوط ليس برأي فردي بل بات واضحا عند الكل بعد مضي سنوات أكثر من ستة على ثورة يونيا أن دولا ومنظمات تضع أحكاما مسبقة ونتائج مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر ذلك لإقحام أنفسهم في شأن الداخلي لتحقيق مصالح خاصة تغدم أجندات ومخططات إقليمية ودولية الدرجة الغرب في لحظات معينة ضغط على الدول بكروت مختلف من هذه الكروت التي ظهرت في العقود الأخيرة هي عملية خروقات حقوق الإنسان هو يخرقها صباح مساء وأمام شاشة التلفزيون ونعرف وهو يعرف ولكن كل يبتلع له ما يفعل أما إذا جاء الأمر عندنا فالأمر مختلف تماما ونحن نريد أن ندق نخوص القطر ونقول أن مصر دولة عصرية شاركت في كل مواسيق حقوق الإنسان ولا يزايد عليها أحد في هذه الظروف الدول التي تتعرض للإرهاب أمر طبيعي أنها تضع قيود على التنقل وأمر طبيعي أنها تضع قيود على العبور وعلى دخول مناطق بعينها هذه القيود قد تبدو في الظاهر أنها مخالفة لحق التنقل وحق السفر في المواسيق العالمية ولكنها في الخصوصية بتاعة الأوطان التي تتعرض للإرهاب كما نتعرض هنا في مصر ما هي شبأة معيارية أو ازدواجية في المعايير وإنها هي مواكبة الظروف المصرية بما تستوجبه فكل إنسان داخل في نطاق هذه الحقوق وليست خاصة بالمسلمين فقط الإسلام والمسيحية ديانة صنط حقوق الإنسان ووضعتها مبروزة ومبرزة كأولوية في غاية هذه الديانات السامية للارتقاء بالإنسان ومنذ العام 1948 وصدور الأعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى الآن ومصر بكل همة تشارك العالم في وضع أسس وصياغة مواثيق تحافظ على هذه الحقوق ومصر جزء من هذا التوجه الدولي العام وجهودنا نابعة من قناعتنا الوطنية الزاتية بأهمية حقوق الإنسان وانطلاقا من مشاركتنا المجتمع الدولي حق الملكية لمنظومة القيم والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لحظات فارقة تقضيها مصر في اليوم بين دم أبنائها الذي يقدم لضحر الإرهاب الغاشم وبين تنمية حقيقية تتحقق يوما بعد يوم ومع هذه التحديات تحارب مصر أفكار شذة من الخارج مبني على ازدواجية المعايير في الحديث عن حقوق الإنسان حقوق تحققها القيادة السياسية منذ البداية بعد أن اتخذت الشفافية عنوانا في كل القضايا أثناء مخطط نهوضها بالدولة المصرية أحمد نبيل تلفزيون المصري نهاية الخامسة وهذا تفكير بأهم عنوينها الحكومة تمنع احتفالات رأس السنة لمواجهة انتشار كورونا ووزيرة الصحة تؤكد أن الأولوية في طلق اللقاح للأطقم الطبية وذوي الأمراض المزمنة شركة إيني الإيطالية تعلن عن كشف نفطي جديد في امتياز الليحة في الصحراء الغربية بمصر ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو دوت إي جي شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة